كلنا أنصب طريق للمبتدئين يخشوا بي عالم التداول لازم تفهم أن 90% من المتداولين بيخصار كل المجالات بيجي فلوس على بالنسبة لي فلوس موجودة في كل حد بص أفضل استراتيجية في التداول ولما تيجي الفرصة هتشوفها زي الشمس كده إنما ما منفعش أن أنت تنط في البحر كده وتقول أنا هعرف عون بس مين بيعملوا؟ دي كارسة خلينا نقول هل أمشي وراء محلل ولا أكتر من محدد وأنا عارف أن ده هيضمن لي أحسن طريقة من 10 سنوات أنت لما تشتغل لوحدك أنت بتطور من ناسك هل التداول ينفع تعيش عليك يا شغلانة فول تايم؟ خلاص كده أنا وصلت للعالمية أنا مش أعيز أكتر من كده أنا حياتي مرفوعة يا سيدي عنك طيب ما تاخد من خبراتي شوية مش دي الحياة اللي أنت عايزت تعيشها إنك تبقى طوب دي تركة في نقطة مهمة هقولك بقى إزاي تقيم المحلل الشارع دخلك كام في الشارع قولي لأنه هو السؤال ده هو موتر شوية أنا ما بحبش والله التطفول والله بس يعني قولي أصيدي مش عفت إيه أصيدي جارش أه العربية وأنت كداب وعرف أنك كداب بس مش هطلع واجهك بدأ قبل ما نخش في فيديو النهاردة ادخذ ساقي في ملاقصة اكسبلت أوبشن بتاعتنا من أول لنك في تسكريبشن تحت والداول معنا على الحساب التجريبي لحد ده متتعلم وتبقى كويس في التداول ولما تبقى جاهز تخش في فلوس حقيقية استعب لنكوبو كود قدامك على شاشة ده هيديك بوناس رائع جدا من أول يدعي لك من أول 20 دولار إن شاء الله البودكاست هيعجبكو مشاهدة ممتعة النهاردة جدعان معنا شخص من أهم الأشخاص وأنجح الأشخاص في عالم التداول في الوطن العربي مؤسس شركة EA Trading إيهاب أهلا بيك أهلا بيك مكاة وبركاتي شرف لي والله أنت إيهاب المناسبة أول بودكاست يعمله معنا فالنهاردة يوم تاريخي فأنا بوصيك بقى نخش في الموضوع على طول الناس قالتني كثير بخصوص التداول والبزنس الأونلاين والفلوس اللي تيجي من الأونلاين فنخش في أول سؤال على طول قلنا أنصب طريق للمبتدئين يخشوا بيه عالم التداول أو يفكروا فيه بزنس أونلاين أو فلوس أونلاين من أساسه إنت لو أنهاردة بتبتدي كمبتدئ هتعمل إيه بالزبط؟ طيب خلينا نتكلم في التداول الأول لازم تفهم أن 90% من المتداولين ودي إحصائية مثبتة بيخسروا طيب نرجع ليه بيخسروا أنت في البداية لما تيجي تدخل التداول أنت داخل التداول ليه؟ علشان مكسبه مش عشان خسروا لذلك حتى لو تيجي ببص أنه لما بتنزل صفقة بيبقى فيها منطقة الشراء الهداف وقف الخسارة دي الصفقة العادية اللي في التداول تلاقي دايما المبتدئ بيبص على أول حاجة إيه؟ الهدف وقف الخسارة أصلا بيتجهله لأنه هو مقتنع أن التداول مكسب فقط مش حاجة اسمه خسارة السبوبة أنا بقوله السبوبة نوعا ما هو بس هو ممكن علشان هو بص مفيش حاجة سلبية هتعمل الدعاية لنفسها بمعنى أنه هو بيبص للجانب الإيجابي وده اللي دخله من البداية التداول لو ما بصش للجانب الإيجابي والمكسب مش هيدخل فدي إحصائية مثبتة على مدار سنتين أكتر من 90% من المتداولين بيخسروا أنت علشان دلوقتي تعمل إحصائية مش هتعملها على شهر ولا شهرين تبتعملها على سنتين علشان تفهم في موجة الصعود وفي موجة الهبوط وفي الحركة العرضية الناتج النهائي المحفظتك كان إيه هل كان مكسب ولا كان خسارة نرجع لسؤالنا تاني والمبتدئين ونصحتي إيه للمبتدئين رقم واحد ما تخشش التداول وانت مقتنع أن أنا أخش أشتري أكسب لا أنا هدخل أستوعب وقر ولازم تفهم أن التداول مش بيجي بالعشوائية ولا بالشرة ولا بالبيع دي علوم تحليل وعلوم التحليل في منها كتير في منها الزمني والفني والحجمي والموجي علوم التحليل كتير مش عايز أعقدها عليك فخلينا نروح لأفضل علم في التحليل أفضل علم في التحليل هو ده اللي أنت بتختاره ولكن التحليل الفني هو ده أساس التداول من عنده أنت بتبدأ بقى بص الزمني وغير وغير يعني أنت من الآخر مش هتقدر تفهم أي علم في التحليل غير لما تتعلم التحليل الفني من هنا نبدأ ان احنا ننطلق استخدم ديمو اكاونت او وايت بيبر موجود على تردينج فيو تست مش هتحط اي فلوس خالص تجرب شهر شهرين يفضل لو توصل لتلاتة وتشوف الناتج النهائي هل مكسب ام خسارة انت اصدق كمبتدئ خش اتعلم الموضوع الاول تسته شوف الموضوع ليك ولا لأ وعلى اساس الموضوع حبيته بتدي تكمل ويشوف فيه اكتر حبيتهش هتكملش بس ما تفكرش في فلوس خالص في الاول هو ده اكيد وما تودعش فلوس في الاول اعم حاجة دي اه لأ انت بتست في البداية لان برضو عايز اقول لك مفاجأة الناس دلوقتي بتبص لها ان انت لو هتيجي تعمل جرد على شهر او شهرين تشوف ناتج صفقاتك فالطبيع اللي بيتقال لك ان لازم عدد صفقاتك الكسبانة تبقى اكتر من عدد صفقاتك الخسرانة انا بقى ضد الكلام ده ليه انت ممكن لو هتعمل عشر صفقات سبعة منهم خسروا وتلاتة بس اللي كسبوا تطلع في النهاية كسبان هتقولش زي هقولك ان في حاجة اسمها ادارة راس المال بمعنى في حاجة اسمها الريشيو الريشيو في الصفقة بيبقى مثلا عشرة لواحد ان انت هدفك في الصفقة مية في المية وقف خسرتك عشرة في المية فانت لما تيجي لتبص للناتج النهائي ممكن تعمل ثلاث صفقات نجحين بارباح ضخمة وسبع صفقات فاشلين بوقف خسارة قليل فتلاقي الناتج النهائي ماكسب وده مش هيجي غير بالعلم تمام امت تعمل اصدق الصفقة مبلغ كام وريشيو كام الموضوع مش بس صفقات بنسب ثابتة بقى ما بقى لك لا لا مستحيل ما انت بتعمل ده بنانا على إيه ما وبنانا على علم بزاق زي الفرق قولنا بقى الموضوع يعني انت قلت في الاول قلت كفلوس ما نخش بفلوس كوقت الموضوع نتعلم نبقى ايه لحد ما مش محترفين بس كويسين خلال ايه بالخبرتك يعني الموضوع بيفرق من شخص للتاني ولكن خلينا نقول المتوسط من وجهة نظري لو انت فعلا هتبزل مجهود وخلي بالك تحاجة اسمها الأوفرتريدنج يعني انت ما تخشش تتعلم كل حاجة في أول يوم تقعد عشر ساعت على التشارت لا ده انت كده أصلا هتخش في مرحلة أوفرتريدنج فده هيجيب معاك نديجة سلبية انت مش إيجابية فانت لو هتبزل كل يوم ساعتين ما بينهم مسلا ساعة تعليم وساعة تدريب ان انت بقى يعني تجرب اللي انت تعلمته على الشرط اللي هو مسلا ترسم ترينداتك دعومك ومقاومتك مؤشراتك فانت ممكن تاخد حوالي ثلاث شوق كويس والله دايما انا بقول للمعظم الناس يتفرج علي اخد الموضوع مني من 6 شورة عدمه اكاونت ودايما بقول لهم حوار الليمت في اليوم ده هحط لنفسك 5-6 صفقات تدريب اللي هو لو مش مركز مع الوفر تريدنج او الوقت ركز من الصفقات اللي هو هحط لنفسك لهمة صفقات في اليوم كسبتهم كلهم ما تكملش حتى لو كسبتهم كلهم انت يومك حلوة بس ما تكملش عشان بس تقيس حوار الوفر تريدنج انت دلوقتي لو هتيجي تقول 3 شهور انت 3 شهور ايه؟ بتتعلم الأدوات وبتتعلم العلوم ولكن نيجي لمرحلة التداول التداول دي هتعتمد على النفسية ممكن واحد يفهم الموضوع من أول أسبوعين وممكن واحد يقعد السنين ما واشفهم ان التداول مكسب وخسارة أصلا ودي يعني نروح لها شوية قدام نقطة كويسة كده أنا فيك طيب نخش في السؤال اللي بعده قولنا بقى من خبرتك كده للمبتدئين أفضل استراتيجيات يتدوا يتعلموها يخشوا في اللي بيجيب من الآخر إزاي بدأ من خبرتك طبع اللي هي أفضل استراتيجية في التداول زي ما احنا بنقول بالضبط بس حاجة المبتدين عشان لم تبقاش صعبة قوي يعني الناس اللي داخل التداول جديد لو حاجة داخلت على حاجة صعبة هيتقفل متداول عايزينوا يحب الموضوع بص أفضل استراتيجية في التداول انت مثلا لو هنقول ان التداول في ألاف الاستراتيجيات انت لو جتيجي مثلا تفتح تبص على الانديكيتورز هتلاقي يعني ألاف الانديكيتورز وكل واحد فيهم ينفع تاخده استراتيجية وتقول عليها هي الأفضل ولكن الأفضل مش استراتيجية الأفضل في اختيارك بمعنى أنا ممكن الاستراتيجية دي تناسب شخصيتي استراتيجية مثلا بتلعب على الصفقات متوسطة المدى اننا ممكن نعمل صفقة كل 3 يام كل اسبوع وده يتناسب مع شخصيتي يعني شكل حياتي عامل ازاي وبشتغل قد ايه فده اللي يناسبني في واحد تاني يحب يتداول كل يوم فالمؤشر الفلاني هو ده اللي يمشي معاه ازا المؤشر اللي حلو بالنسبا لي أنا بالنسبا لي حلو يعني سهلت انها تتعلمها وتدوس فيها كلهم على حسبك اللي هيبشي معاك والي انت مرتاح له ودهي بتتداول وقد إيه شغال في الموضوع وبتبص الموضوع ازاي ووقتك يسمح بايه بس الناس فاكرا ان فيه مؤشر ساحري ده اللي هيجيب جون ده اللي ما فيش غيره هو ده الشبح اللي بيتاردك دايما يعني أنا في بداية برضو المشوار أكيد كنت زي أي شخص طبيعي جدا بقول أكيد في مؤشر أنا لو وصلت له خلاص كده أنا وصلت للعالمية أنا مش عايز أكتر من كده وفضلت أدور كتير وفضلت أسنين أدرس في العلوم علشان أوصل للمؤشر السحري اللي هيقول لي تشتري فين واتبيع فين ولكن اكتشفت أن كل ده واحد هو المؤشر السحري في أن أنت إزاي بتعمل إدارة ملاية خاصة بيك وأن أنت بتعمل استراتيجية فعلا تقدر تلتزم بيها تقدر تلتز من بيها مش استراتيجية كده وخلاص أنت برضو العمل النفسي بيتدخل أنت لو جد دلوقتي مثلا في بعض الناس تخش في مرحلة أنه مثلا خسر النهاردة ثلاث صفاكاته وربعة يقولك إيه أنا مش هنام غير لما عوض الخسائر دي خيارس في مرحلة أنه اللي بياخد القرارات غلط غلط فالمؤشر ولا الاستراتيجية النفسية هي اللي واخدت القرار الإنبود غلط نفسه لايش بالمؤشر تمام بس الفكرة أن الناس بتعامل الموضوع كالي هو أنا داخل النهاردة ما ينفعش أخسر لازم حتى لو خسرت أغوض خسار النهاردة فدي كارثة كبيرة بقول له بالعشان كده حط لمت حط لمت الشرط كل الأيام تبقى بتاعتك حتى أكبر المتدورين بيخسروا مش مهم الفكرة أنك بس يعني جزء من الله بالضبط زي ما أنت قلت في أول سؤال لازم تبقى متوقع على الخسار قبل المكسب أصلا بس الفكرة لعبة نفس طويل هتجيب إيه في الآخر مش النهاردة ولا بكرة ولا الأسبوع ده طيب من هنا هنيجي للسؤال اللي بعده وده برضو ليه علاقة بالله احنا كنا بنقوله هل التداول ينفع تعيش عليك الشغلانة فول تايم أو أنت مبتدئ ولا هل الموضوع بيجيب ربح يومي نتوقع إيه طيب خلينا أسألك السؤال بشكل تاني أنت تقصد أنك تسيب شغلك وتركز في التداول وتبزل في مجهود علشان هو يعود شغلك ويجيب لك دخل يومي ده طبعا غلط بكل المقايز أنا بكلم تحطه مثلا كصايد هاصل جنب شغلك في الأول بس تتوقع منه ربح يومي ينفع يبدل شغلك أنا هقول لك بص أنا الجزئية دي بالأخص أنا تكلمت فيها كتير جدا بقول إيه أن أنت لو هتدخل في التداول وشايف أن أنت هتديله حقه هتبزل مجهود أنت خده جنب شغلك وشوف مثلا لو أنت فاضي ساعة ساعتين في اليوم افضل اتعلم 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 لحد ما تكسب في التداول قد دخلك من شغلك ثلاث سنين بمعنى لو أنت مثلا في ثلاث سنين بتكسب من شغلك لتسيق مثلا خمسين ألف دولار أنت في التداول قدرت توصل للطرجة ده فأنت هنا بقيت مأمن حياتك تقريبا ثلاث سنين فالحاجة الحلوة بتاخد مكانها بمعنى أن أنت خلاص كده شغلك ما بقاش لي مكان فهتسيب شغلك وتركز في التداول إنما منفعش أن أنت تنط في البحر كده وتقول أنا هعرف عوم لازم تتعلم العوم الأول بعد كده تنط في البحر وتبقى واصق من نفسك طيب في نقطة مهمة أنت بتقولي الأرباح اليومية لازم تفهم أن الصفقات ثلاث أنواع فيه السكالبنج وفيه الميت تريد وفيه السوينج طيب بالعربي الصفقات السريعة صفقات متوسطة المدى وصفقات الاستثمار أو طويلة المدى الاستثمار ده بيكون مربوط مش بوقت بيكون مربوط بهدف يعني المستثمر لما بيدخل يشتري البيتكوين مثلا من 20 ألف فهو هدفه 100 ألف فهو مستني أن البيتكوين يوصل لهدفه أي أن كان هيوصل النهاردة هيوصل بعد سنة بعد سنتين ما عندهش مشكلة أنت كشخص بتدور دلوقتي على أرباح يومية يعني بتدور على وكل ما قال بمدة الصفقة كل ما كانت أصعب فأنت لازم تكون مركز في الجزئية دي كويس جدا إيه أنسب نوع تدول أنا بفضله عن نفسي اللي يتناسب مع شخص مبتدئ وعايز يعني يشد حلو شوية هي صفقات متوسطة المدى إن الصفقة تقعد فيها من 3 يام لأسبوع فأنت هنا سايب مساحة للتشارت لأن في حاجة اسمها نان تريدنج زون بمعنى إن فيه وقت بيكون في نويز في اللتشارت إن الحركة بتكون عشوائية إنت في ظنك إن فيه مؤشرات بتتماشى مع الحركة دي ولكن هو ده جزء من اللعبة إن الحركة في بعض الأحيان بتكون عشوائية بنسمي المنطقة دي نان تريدنج زون يعني منطقة غير صالحة للتداول طب لو أنا بتداول كل يوم ودخلت في المنطقة دي وأنا مش واخد بالي أخسر فلازم إن أنا بقى سايب وقت معين اللي تشارت يتحرك عادةً اللي تشارت يتحرك من 3 يام لأسبوع على أقل حتى لو بصعود بسيط أو بهبوب بسيط ولكن فيه حركة هتحصل فمن هنا أنا بفضل نوعية التداول متوسطة المدى لحد ما أنت تبدأ تترجم بقى علوم التحليل وتترجم شغلك وتشوف الأنسب ليك إيه أنت ممكن في النهاية تكتشف أن أنت أحسن حاجة لك للستثمار وفيه مستثمرين بيكسبوا أكتر من المتداولين نفسهم حتى المحترفين يعني أنت عشان تكون مستثمر مش بالضرورة أن أنت تكون دارس لعلوم التحليل يعني المستثمر الشاطر مش بيروح يحلل وغير وغير لا هو بيبص على الأرقام بيشوف مثلا السعر خلينا نقول في السيزن اللي فات البيتكوين كان وصل لقمة 69 ألف ثم عمل هبوط وصل لـ 15 ألف ده كان القاع بتاعه ممكن المستثمر يكون دخل على مراحل أنه يدخل مثلا بـ DCA وتفر يعني يدخل بأكتر من استراتيجية أنه مثلا يشتري بربع المحفظة عند 25 ألف بالربع الثاني عند 20 ألف يفضل يشتري على مراحل فهنا بيعمل متوسطات وهدفه عند 100 ألف من غير تحليل ومن غير أي شيء لأنه مؤمن أن التداول هو سايكل هي دورة صعود ودورة هبوط فما فيش حاجة بتفضل التسعد كده إلى مال نهاية فلازم برضو تبقى أنت واخب بالك أنه في حاجة اسمها مصم صعود ومصم هبوط أنا سمعت الحوار ده اللي هو البول والبير ماركت أيها البير ماركت والبول ماركت الموضوع ده يدخلنا أنت قلت التداول وتحليل كلمت في كذا نوع إيه الفرق بين التداول والتحليل والخيارات السنائية فكلمنا عن الحوارات دي بالظبط كلينا الأول نفس المبينة الاثنين يعني إيه تداول ويعني إيه تحليل وهل في فرق ما بينهم يعني المحلل هو هو المتداول لا المحلل ده الشخص اللي بيرسم علاة شرط اللي درس العلوم التحليل درس التحليل الفني والزمني وغيره وغيره وبيرسم علاة شرط يقول لك هنا في دعم وهنا في مقاومة إنما المتداول هو اللي هيدخل ياخد القرار ويشتري أو يبيع الاثنين هنا مش واحد ليه أنت في الوقتي كمتداول في عوامل بتأثر عليك وهي العامل النفسي العامل النفسي ده اللي ممكن يخليك تخاف من الحركة إنك مثلا أنت لقي صعود حصل فجأة فتخاف إنه الصعود يكمل فتقول ده أنا فرصة فتتمي فتخش في مرحلة فهمه فتقوم إنه أنت تشتري بالرغم إنه أنت محلل صح بس أنت خايف من أن الصعود يكبر أكتر من كده فتخش تشتري تكتشف إنه أنت اشتريت من أعلى نقطة فيبدأ السعر ينزل بيك فتخش في مرحلة اسمها الريفنج اللي هو الانتقام اللي هو أنا عايز أعوض النهاردة أنا مش هنام غير وأنا معود هتبقى تشتري وببيع تشتري وببيع وأنت طبعا مضطرب نفسيا فأنت هنا مش ماشي على التحليل أنت ماشي على نفسية المتداولة اللي هي أصلا مضطربة فأنا كمحلل أنا برسم على تشارت كواس جدا بس هل كل المحللين متداولين محترفين عشان عامل النفسية أو لا بي حاجة تنين طبعا الفهمه بالمناسبة اللي هو الخوف من فوقات الفرصة أنه أنت مثلا تلاقي البيتكوين رح صعد لحد 70 ألف مرة واحدة مثلا تلحق من 50 ألف إلى 70 ألف فأنت عايز تلحق الفرصة دي فتقوم شاري في 70 ألف تكتشف أن دي أصلا القمة ويبدأ أنه هو ينزل فأوعى تشتري بعد صعود أو بعد هبوط يعني الحركة الأساسية اللي معروفة أنه بيقول لك بعد كل صعود وأخبار إيجابية بييجي بعدها هبوط عنيف وبعد كل هبوط اللي هو مصم هبوط مع أخبار سلبية بيكون ده أفضل وقت للشراء يعني اللي أخضر للبيع والأحمر للشراء مش العكس هل هو قوي الكلام ده طيب عايزين نعرف إيه الغلطات الشائع اللي بتشوف المبتدئين أو اللي بيخشوا في التداول بيعملوها كتير هل في الأول مفروض تخش تمشي وراء محلل ولا تتعلم تداول وتتداول ولا تعمل إيه بالزبط وإيه الغلطات الشائع اللي بتشوفها كتير في الحوار ده تمام طيب خلينا نقول هل أمشي وراء محلل ولا أكتر من محلل أنا بفضل عن نفسي إنك تمشي وراء محلل واحد فهتمشي وراء المحلل ده بناءنا علي هتخش عنده تراجع الهيستوري تشوف مثلا الرجل ده من سنة كان بيقول إيه أنت ما ينفعش على فكرة تابع أي محلل خبرته أو شغله أقلم ستشور يعني هو لو لسه جديد حتى لو هو جامد ما ينفعش أن أنت تصق فيه فبترجع لسنة الوراء مثلا أو سنتين وتشوف مثلا الرجل ده في الموسم اللي فات كان توقعاته عاملة إزاي فتبدأ أن أنت تشوف شغله واحدة واحدة وترائب كده طبعا الموضوع ده ياخد منك وقت ومجود عادي جدا ما وكله في مصلحتك في النهاية لحد ما تقتنع بمحلل واحد وامشي على خطوات الرجل ده علشان في النهاية ما تبقاش أن أنت متشتت ببين أكتر من محلل ما ممكن مثلا المحلل ده زي ما احنا قلنا إن النجاح في التداول مش مية في المية يعني أنت المطلوب منك إنك خلينا نقول عدد الصفاقات النجحة أكتر من الفشلة إذن في صفاقات فشلة يعني ما ينفعش أن أنت تنجح بنسبة مية في المية في التداول أعظم متداول في التاريخ اللي هو جان أعلى نسبة وصلها ودي أعلى نسبة متداول 92% نسبة نجاح يعني هو عنده 8% من صفاقاته بتخسر فده عادي وطبيعي فما ينفعش أن أنت تتابع المحلل ده يتوقع مثلا مرتين صح ومرة غلط فتقول لا ده فاشل أنت اتعلم في نفس الوقت برضه أن أنت تتابع مع محلل علشان تاخب من خبرته واتضيف على اللي أنت بتتعلمه فتبدأ تكون استراتيجية خاصة بيك طيب المحلل اللي يبقى نسبة نجاحه تنصح بنسبة معينة غير اللي هو أكتر من 6 شهور فوق الـ 70% المركب ما ينفعش ليه هيبارسين فمحلل واحد تمشي وراء ويبقى قديم شوية أكتر من 6 شهور ونسب نجاحه فوق الـ 70% نسب نجاحه دي بتتقيم بالتحليل بتاعه يعني مثلا يقول لك إيه مثلا أن أنا بتوقع أن البيتكوين يرد من المنطقة الفلانية هتراقب وتشوف بعد كده لما يبدأ يصعد السعر تشوف إيه الوضع طيب في نقطة مهمة هقول لك بقى إزاي تقيم المحلل الشاطر حلو دينا والمتداول برضو الشاطر حلو اللي يقيم المحلل الشاطر أو المتداول الشاطر مش توقعاته الصح لا توقعاته الغلط إن هو لما بيغلط إزاي بيقدر يلعب مع الغلط ده إن هو إزاي بيغير وجهة نظره مثلا كان متوقع صعود فجأة حصل هبوط وكسر الدعم اللي هو كان رسمه هيتصرف إزاي وقتها هلا يخاف وهينسحب ولا هيبدأ إن هو يراجع أوراقه ويحلل من جديد ويبدأ يشوف حلول بديلة للخطأ اللي هو وقع فيه يعني دي مهمة خلي بالك كلنا شاطرين وكلنا بنحلل كويس وكلنا بنتوقع صح ولكن لما بنتوقع غلط أو بنغلط في التداول أو نعمل صفقة فشلة زي الحياة عمتة لما الدنيا بتبوز منك بتتعامل إزاي نفس الكلام وبيدأ بس بس على أساس إيه لما مثلا التحليل يبوز أو يقع في غلط أو يقع في أخسارة نعرف منين الكويس بقى بيعمل إيه ساعتها بالضبط بتشوف ساعتها إن هو يقول لك حل بديل يقول لك مثلا أنا بنصح إن خلاص قسر الدعم ده وأنا كان توقعي مثلا حتى ما غير ما يقول لك إن هو كان غلط يقول لك لأ أنا أفضل دلوقتي الخروج من السوق لحين تحسن الوضع أو هنستنى الدعم اللي بعده هو هنا قدر ينقذك مانا زي ما قلت لك إيه هو الموضوع مكسب وخسارة ولكن الأهم إن في النهاية إن مكسب يكون أكتر من خسارتي فأنا دلوقتي لو جيت توقعت حاجة غلط خلاص مش مش مشكلة أتقبل الغلط عادي إيه المشكلة بس لو ما ينسحبش ما يختفيش كلام ده كده أنا أقول لك على حكا ما تقدرش تهزم شخص متقبل كل عيوبه بمعنى إن أنا دلوقتي لو أخطأت أنا متقبل إن أنا ممكن أن أغلط عادي بس هقدر أتصرف وأصلح الغلط فإحنا بي استمرارية بس ماذا المقولة دي المقولة دي تقالت في بودكاست مكاوك ده ملاش حل حلو طيب إحنا نكلمنا في الموضوع ده إن فيه ناس كتيرة بشوفوا السؤال ده فيه مؤشر سحري أو استراتيجية سحرية طبعا حنا نقول إن الكلام ده لأ الموضوع سببجيكتيف ولازم تشوف إنه ماشي معك سحري ده لا يعني هو ما فيش حاجة اسمها مؤشر لا ما فيش حاجة اسمها كده بزرط خلي بالك يعني برضه أنا كان بيجيلي كده إيه هصفوس وأنا متأكد إن الناس كتيرة من اللي هتدرس علوم التحليل خصوصا إن أنت من الخبرة إن أنت خلاص تعودت على شكل التشارت يعني أنت مثلا تورين شكل التشارت قدامي دلوقتي أقول لك هنا فيه دعم وهنا فيه مكاومة وهنا فيه ترند مكسور وهنا ده اتجاه صعب من غير أصلا محل لأن عيني بقيت فيها المؤشرات فأنا عارف إن شكل الترند لما هرسمه أو المؤشر الفلاني لما هرسمه هنا أو هحطه هنا هيقول لي مثلا المنطقة دي أوفر بوت أو أوفر سولد فأنا بقيت أتوقع للتشارت من غير أصلا محلل ودي بالخبرة طبعا هل الطريق التحليل بيجيب فلوس قدامي؟ بمعنى إنه مثلا لو فيه حد مش عايز يتداول بإيده بس عايز يحل يفهم الموضوع من A to Z جدا فيبقى محلل مثلا في شركة؟ بالزبط هل الموضوع ده بيجيب فلوس؟ ولا الفلوس في التداول نفسها؟ إيه الفرق بين الاثنين لو أنت هتدوس في الموضوع من الأول؟ بص أقول لك على حاجة خلينا نقول لو أنت مش عايز تكون متداول ولكن عايز تكسب من مجال التداول مجال التداول ده إيه؟ منصات يعني فيه أكتر من شغلانة من أنت ممكن تكون مبرمج بتعمل برمجة مثلا لمؤشرات إن يجي لك مثلا متداول يقول لك أنا عايز أربط المؤشر لفلاني بلمؤشر لفلاني فيديني النتيجة دي أبرمج له المؤشر دي شغلانة أشتغل مثلا سيلز إن أنا أشتغل مع المنصات كمثلا بالأفلييشن إن أنا أجيب لهم أه أجيب لهم مثلا أشهر الناس تخش تسوق للمنصة تماما ففيه أكتر من حاجة فإصنعت العملات العملات دلوقتي بيبقى لها سمارت كونتراكت إن أنا مثلا ببرمج السمارت كونتراكت إن أنا أشتغل مع شركة اللي هي المراجعة على يعني فيه حاجات كتير فيه شغلانات كتير جدا مش شرطه تبقى متداول آه مش شرطه ممكن تبقى مبرمج تماما يعني الموضوع ما يتصدقش من كترة حلوته أو لا قل لي لأنه والسؤال ده هو موتر شوية آه لموتر لأن أنت دلوقتي هو إيه نظام النسخ ما هو متداول جوه أنت هتنسخ صفقاته أن أنت رابط حسابك بحسابه فهو لما بينفز صفقة في حسابه بتتنفز تلقائي في حسابك لاتسي سي مثلا أنا معاه 100 ألف وأنت معاك 10 ألف أنت نسخت الصفقات بتاعتي أنا اشتريت بعشرة في المية من رسمالي بيتكوين هيتنفز عندك أنت كمان 10% العشرة في المية عندي هتشتري ب10 ألف عشان رسمالي 100 ألف والعشرة في المية عندك هتشتري بألف عشان أنت رسمالك 10 ألف فهنا إحنا متسويين بس السؤال بقى مش في الخدمة نفسها السؤال في مين اللي بيدير الخدمة مين اللي بيتداول مين اللي مسك الحساب نتائجه عاملة إزاي الرجل ده تحليله عامل إزاي الرجل ده لما بيغلط أو بيتوقع بيتصرف إزاي هل بيلحق الغلط هل بيعمل صفقة معاكسة ما أنت ممكن مثلا عندك صفقة مسك وتشاري فيعكس عليك السعر الله سكررت أن أنت تبيع وتقلب الصفقة وتقلب التشارت وتكسب منه الهبوط ده لدي تسيسي مثلا أنت رسم دعم عند 60 ألف واشتريت صفقة من عند 60 ألف جي السعر رح قاسر الدعم وبقى 59 فأنت من هنا رح تمغير تحليلك اكتشفت أن تم يعني الترند تغير من ترند صاعد تقلب الصفقة واتخش صفقة بيعة فلما السعر هيكمل هبوط أنت بتكسب أنك دخلت صفقة بيعة فهي القصة كلها بس أن أنت بتشوف من المتداول اللي أنت تتصق فيه وهتنسخ صفقاته وبناء على نتائجه السنين اللي فاتت طبعاً لا إنه عنده شات بتشوف الهيستري بتعبط طيب هل الموضوع ده بتنصح به في الأول كالمبتدئين ولا لا يعني هو على حسب دخلك وعلى حسب قدرتك المالية هو نفس السؤال على فكرة أحط كم في التداول علشان يجيب لي ماكسل السؤال ده أنا بتسئله كتير جدا أوه ده مش متخيل ايه أصح رقم أبدأ بي خلينا أقول لك إنه أصح رقم أنت تبدأ بي الرقم اللي لو خسرته حياتك ما تتأزيش يعني ما تروحش تاخد كارد من البنك وتخش تتداول طيب لازم تكون فاهم إن أول مبلغ أنت هتوضعه في التداول هو المبلغ اللي أنت مستعد تخسره في مقابل أنك تتعلم إن أنت مش هتعمل إدعى من البداية وهتكسر دي لازم تكون أنت فاهمها كويس الناس بتقول فاكرة أنا داخل أكسب بس أنا خلاص فكرت في الحوار الجديد ده تسببه بها هجيب في الويس بالعكس أنت لو تقبلت الخسارة من البداية فأنت فهمت اللعبة ماشي إزاي إيه أسوأ السيناريو يحصل لك إنك تخسر الزبط طب خلاص أفترضت إن أنا خسرت مش هتزعل الزبط أول حاجة ببص عليها وقف الخسارة مش الهدف وشوف هل وقف الخسارة ده مناسب لك ولا لأ يعني تخيل إن الصفقة فشلت من قبل ما تبدأ وتشوف تأثيرها النفسي عليك إيه لقيت نفسك عادي وطبيعي يبا أنت خلاص تخيلت أسوأ السيناريو وعرفت هتتتعامل معاه فهتدخل وإنت واصق فتقوم لقدر الله لو الصفقة عكست عليك وإنت خسرت ما تخشش في مرحلة الريفنج اللي أنا حكيت لك عامل أن أنت تضطرب أنا عايز أعوض النهاردة أنا ماشي غير أنا معاوض النهاردة فتعرف تتعامل مع التداول صح وهو أم حاجة هو بناء النفسية في التداول أنا عملت فيديو مخصوص على نزاية تتعامل نفسيتك كامل التداول الناس افتكت أنا بأفور الموضوع مهم جدا في الحوارات دي بس الناس بتبقى فاكرة إيه عام فيه هتغيح على مناصة هتوطر هتنشن ليه الموضوع لما بيفيه فلوس بالتنشن وبالذات لو فلوس فرق معاك عشان كده أصلا ما ينفعش تخش بحاجة فرق معاك لازم تبقى عندك ريسك مانجمين كده أنت داخل تتعامل التداول كاستثمار مكسب وخسارة طبعا لازم تبقى توقع الخسارة قبل المكسب مش العكس بص أنا خليني بس وقف في نقطة ممه جدا قول لي هو التداول زي زي التجارة والتجارة مكسب وخسارة ولكن تجارة السلع أنك تشتري منتج وتبيعه فأنت هنا مكسبك جاي منين جاي من المنتج إنما أنت في التداول المشكلة كلها وليه النفسية صعبة وليه التحكم في النفسية صعبة أنت هنا أنت بتشتغل في الفلوس أنت بتشتري وتبيع الفلوس أنت بتشتري اليورو ولما يصعد بتبيعه فأنت شغل في الفلوس فده أكتر استرس وأكتر يعني تعب نفسي أنت ممكن تمر بيه في حياتك هو في التداول فأنت من البداية لازم تفهم أن الرزق في التداول مختلف عن الرزق في التجارة العادية وكذلك الربح في التداول برضو مختلف عن الربح في التجارة العادية مش هتحس الموضوع متعب زي التجارة العادية فممكن تطمع هو مقابل الربحة ده انت هتكسر كتير ممكن تخسر كتير طيب لو عرفت هندلها طيب انت لفيت كذا بلد الكوكب كله وعديت حاجات كتير وشفت حاجات كتير ليه جيت دبي طاض انا بس السؤال ده لكل الضيوف اللي بيقولي ايه اللي انت شايفه في دبي مختلف عن البي احكي لنا قصتك كده مع دبي طيب انا اولا لفيت طبعا اوروبا كلها وعشت فترة قبل ما اجي دبي كنت عايش في برشلونة في اسبانيا وكررت ان انا اجي دبي لان انا عايز اكبر من شغلي وحابب العيشة بتاع دبي وحابب الليفل وبعدين المنافسة هناك يعني المنافسة في دبي انا بالنسبة لي بقى وانا اهنا كنت وببصي لها اللغة المنافسة في دبي هتلاقيها جاملة جدا افتحه لازم ان انا اخش وحط نفسي بقى في المود ده فده كان السبب الرئيسي وكان الدافع الرئيسي لما جيت دبي ادركت ان دبي هو افضل مكان انت ممكن تعيش فيه في الامام بقى في الخدمات في الراحة النفسية انا حسيت ان انا كل شيء هو موجود في دبي عندك مثلا اوروبا هتلاقي فيه اماكن ما فيهاش مثلا استقرار فيه اماكن المود مش هيعجبك يعني دايما هتلاقي فيه عيوب وبعدين بتبقى عيوب كارسية يعني مثلا لو انت عندك عشر مميزات وعيب واحد بس العيب ده كارسي اشتفت عملا عيبي مشيك زي البشر في امتيني انما دبي انا شايف ان ايه يعني اسوأ حاجة ايه الحرة بس شوية اه شوية بس انا معطف التكييف جاوه اني جاوه في الصيف بس والناس بتاع تبرو كارسة بس عاطف التكييف عيب مشكلة انه عاطف التكييف طيب بالنسبة لك بقى الموضوع نخش شوية عشان انت شخص من انا شايفه منك حين وعايشين المعيشة اللي معظم الناس نفسها تعيشها فقلنا كده ازاي وانت مع نفسك سايق حياتك رئيس جمهورية نفسك زي ما بيقولوا ازاي تلقط الفرصة المناسبة وتشوفها جاية بتاخد بالك ازاي من الحاجات ده سؤال جميل جدا وهربطه برضو بالتداول لانه ده حوارنا الاساسي خلينا نشوف واحد من المشاهدين اللي بتفرجوا علينا خلينا نقول لهو لسه داخل مبتدق جديد في التداول وانا شخص محترف في جد الوقتي فرصة زهبية البيتكوين وصل لمنطقة لازم نشتري فرصة مفيش منها اتنين ما بتتعوضش كتير مين اللي هيشوف الفرصة دي أنا ولا هو غالبا انت هو مش هشوفها اصلا اذا العلم بيفتح لك ببان الفرص بمعنى ان انت اصلا لو مش عارف وفاهم انت مش هتقدر تشوف الفرصة اذا انت لازم تكون مستعدل الفرصة يعني انا هشوف ان هي فرصة وصفقة زهبية انت بالنسبة لك هو ايه اللي حصل في السوق هو البيتكوين راح فيه يوم ثلاثة عادي بالزبط جدا فلازم الفرصة الزهبية او الفرصة المناسبة تيجي الشخص هو مستعدلها يعني فينا استفدال عادة في البيت وقول لك انا استنى حد ما فرصة الجيل طب ممكن تكون جات وانت مش هفتهاش اصلا ايه اصدامك اصلا غالبا انت ممكن تكون مش هفتهاش اصلا انت حاول تطور من نفسك بقدر المستطاع في اي مجال التداول او غيره واشتغل بدون هدف ما تبصش على الهدف يعني الناس تقول لك ايه الهدف هو دايما اللي بيحركك وهو دايما اللي بيشدك انا بشوف ان الهدف هو اكتر شيء متعب نفسيا ليه انت اكلنك سياق عربية لو انت باصس للهدف اللي هو ابعد نقطة اللي انت عايز توصلها انت مش هتشوف الطوبة اللي تحت رجلك فانت ممكن تجي دايس عليها تكسر لك العربية خالص فدايما الهدف بيشدك في الناحية اللي ايه سلبية شوية لان انت مش كل الهامة تبقى كويس انت ممكن تصور مثلا نهاردة فيديو تبقى مصود بكرة يبقى مودك مش احسن حاجة فمودك لما مش احسن حاجة هتطلع نتيجة وحشة فهتقول ده بص ده انا كان عندي هدف ده انا بعيد عنه قوي اللي انت بتقول ده انا بقى قوله بطريقة تانية بس نفس كلام بالظبط لو ما تبقاش مرتبط بالأوتبوت تخليك مرتبط بالإمبوت اللي في ايه دك كل يوم انك تتعلم وتدوس وتشتغل لكش دعو بالأوتبوت ايه سيبك منه اللي عيربطك كل يوم ان انت نايم آخر اليوم مبسوط من نفسك عملت اللي عليك الإمبوت عكل يوم اشتغلت انت تعلمت على قد ما تقدر اشتغلت في حياتك عمتك كجم وكرياضة كأكل عملت اللي تقدر عليه النهاردة اربط نفسك بده ايه كان القوتبوت ايه هيجي لو انت ماشي بالأمبوت الناس ممكن برضو تقول لك يعني اشتغل من غير هدف هو مش تشتغل ان انت من غير هدف ان انت شغال عشوائي في الشارع لا مش كده بس مش الهدف هو اللي بيحرقني ومش الهدف هو اللي خلينا امما على السرير اشتغل لا انا با امما على السرير اشتغل عشان انا قررت ضيع وقتي في الشغل لان في ناس بص خلينا متفقين اللي 24 ساعة 24 ساعة على كل البشرة اه يعني انا وقتي ضيع وانت وقتك ضيع بس الفرق ان انت بتضيع وقتك في ايه انا قررت اضيع وقتك في الشغل ونقن على النتيجة اللي انا عايز اوصل له وانا ممكن اضيع وقت تنزل على القهوة اه ممكن قلع فكده كده كلنا وقتنا ضيع كلنا معنا نفس الساعة تبخدها ايه ما نزح ايه لما اشتغل اه في امتني فانت بتعالج الزهق بالشغل مش بالتسليع بأمور تانية انت كان قدامك وانت بتبتدي مجالات كتيرة وكنت عايز تدوس مع نفسك وعارف انك عايز تشتغل لحسابك اش معنى التداول الله هو سؤال انت عارف انت جيت على الجرح اوي لان انا رجعت سنين لورا بفتكر بدايتي تمام للتداول انا كنت دايما بدور على شغلانة تكون على النت وفي نفس الوقت مش مرتبطة بأشخاص انا بحب اشتغل مع حد انا بحب اشتغل حاجة معتمدة علينا بس انه ممكن اشتغل مع واحد صاحبي عطلني ممكن اشتغل مع واحد اه السنة نمت النهاردة السنة اخرت الشغلانة ودي كلنا بنمر بيها ان انت انت مكسل ياللي معك مكسل اهو ففي الاخر بتلاقي النتيجة ايه ان انت وقفت اللي انت بتعمله فلقيت ان التداول ايه الشغلانة الوحيدة اللي توصلني لهدفي وتوصلني للحرية الحياتية والمالية بمعنى انا اللقتي بكرة عايز ازافر على فاكرة انا معظم السفايات الناس بتشوفني بعض الانستجرام مثلا بكرر بكرة سافر سويسر انا بكرر قبل ابي يوم يعني انا مثلا اهبت في بميغا سافر بجي حاجة زي مسافر اهو ايه واشتغل عادي وممكن اكسب كمان وانا مسافر اكتر من وانا قاعد في البيت يعني انا عادي انا باشتغل من اي حت يعني انا مثلا بقالي سبع سنين حرفيا مخدتش ولا يوم اجازة لان انا حياتي كلها اجازة يعني انا عايش اصلا في اجازة فانا ااخد اجازة ليه ما انا عايز ااخدها سافر النهاردة سافر اللي هو الحرية المكانية والزمنية كله حاجة في ايدك قول بشرية انا دعملش مع بشر بالنسبة لي صاحا لما بتتعامل مع ماشينز وتعامل مع اه زي ما تقوله كده بلادفورمز حاجة مش وقفة على ناس وحاجة مش وقفة على ايرور بنا ادمين الناس بتبقى فاكرة ان الموضوع انستيبل انا بالنسبة لي العكس انا بالنسبة لي خرج العنصر البشري الموضوع ستيبل فشخ انا طبعا فعشان كده مجالاتي الانلاين معتمد عليك من اي تو زي انت الانبوت مالكش تدعب حد في نقطة مهمة كمان ان انت لما تشتغل لوحدك فانت بتطور من نفسك خلينا كلنا نقول احنا كلنا كنا كنا كسلة وكلنا كنا ده الطبيقية على ذكر اهم وكلنا يعني احنا مش مولدين كده بزبط انا عايز اطور من نفسي وبس انا عايز اقلل اللود علي عايز اقلل الحاجات اللي المفروض عملها طبعا انا هشتغل ليه والغيري اشتغل لنفسي اطور من نفسي كان حد سألني برضو السؤال ده لو قد تبتدي البيزنس مع اصحابك ولا تفضل لوحدك انا عندك تجربة في الحوار دي وحكي هل نجي بس انا ضد انك تشتغل مع واحد صاحبك ليه الموضوع من الاخر انت جايبه يستحيل ما ينفعش والله ما ينفع خلص انزل فعلا انا تحصل بينكم مشاكل كتير بيقولك يا عم ده انا متقبل واحنا بمغنى بقى كبيرة واحنا نسبة من تبع افلام اجنبية وبتعفحنا بمغنى متطورة بيقولك ايه احنا متقبلين ان احنا لو اختلفنا هنفضل صحابة دي ما بتحصلش ما بتحصلش مستحيل وما فيش خلافات في الشغل وما هو انت التطور بيأتي منين الانسان بيتعلم من الغلط مش من الصح يعني انت لو عملت حاجة صح ما هي صح هتعلم منها ليه انما لو غلط هتعلم منها لازالك انت لو بتغلط ما تزعلش ليه لان انت هنا تطورت طيب لو جد الوقتي انا وقعت قطع ممكن صاحبي ده ما يقبلوش انا النهاردة مثلا عايز اشتغل صاحبي ده كاسلاء صاحبي ده يعني سوري حبيبته سابته فهو موده مش احسن حاجة لا انا عايز انجز عايز يبقى معي فلوس وانا في العشرينات وانا في أول التلاتينات وطيفر بس عايز فأسرع اوصل لانا عايزه ما انا مش عايش للأبد يعني بنتني فاحسن حاجة ان انا ابعد عن صحابي بالشغل ليه لان هتحصل ما بيني وما بينهم مشاكل هتخلينا نقطع بعض ويقول لك مثلا ايه يا عم ده احنا صحابي يا عم مش مشكلة لما اميل عليه لما ما اردش على النهاردة لما اخر الشغل مع احنا صحابي فتيجي تعجبه ويقول لك عم انت بتكلمني كده ليه ورغم انت معك الحق بس يقول لك لا انت بتكلمني كده ليه ما بتعملش معاي كده حاططت العشم ايه العشم بس عبت العشم ده نخليه ايه مش بتاع شغل بس طيب بقى السؤال الجاي ده شخصي شوية بس فيه ناس كتيرة سألته ومش عارف ليه بس يعني دخلك كام في الشهر عايزين الناس عندك بص بالشرط بص بالشرط تقول او ما امشي وحدش بيحب يقولك البتاع ده يعني حاول لو تقول رينج اقول تقول خنات اللي اتعايزو طب حخلينا نختار حاجة ساكل ممكن اوليك مثلا احد الاكاونتات بتاعتي في بيننس مثلا منصة التداول شوف انت الاكاونت وعد الارقام بس ما تقولش كام اقول لهم طب خنات خنات مش هحسن يا جدعي ما بحستش والله ما بحستش يلا بينا انا ما بحبش والله التطفل والله بس يعني افت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هقول لهم كم صفر ماشي كم صفر اه دونش الرقم الاول ماشي رقم من سبع خنات ده عملة ايه طبعا دولار انا بكلمش بالعربي خالص فاهم زي الفل زي الفل ما شاء الله ما شاء الله انا ما بحستش بس والله الناس اللي عندها تطفل غريضة لا لا عادي عادي خلي بالك هو ممكن يكون دافع يعني فيه ناس تتدايق من ده وفيه ناس تحبه يقول لك قد بص ده وصل ده مثلا في السن الفلاني طبعا انت متعرفش سني ومش هقوله عشان السؤال ده انا بتسئله كتير ولسه مش هقول سني تمام اه في سبب ولا في موضوع شخصي انا مش عارف يعني انا من زمان من مثلا خلينا نقول ان انا بداية نجاحي لا بس انا كده هقول سن مش هانف خلينا نقول مثلا من ست سنين اوكي بداية نجاحي فانا دائما كان عندي مشكلة ان انا اقول سني فاتشاف صغير بس ممكن نسهلها وانا قولها حصري عندك انا تحت التلاتينات سهلة دي انا في العشرينات سهلة دي مش اه بس الفكرة في البيزنس بتاعك ساعات معاك ناس كبيرة في الموضوع ده جامد عمدت المفهوم لا حد ما تنجح بقى انا على فكرة ما عنديش مشكلة انا اقول سني دلوقتي ما خلاص انا عملت شركة الشركة داسست وبقيت موجودة وكواية خلاص مش محتاج ان انا بقى ايه وليسه بماغه ما كبرتش وغيره وغيره فلا فانت انجح وعمل نتائج تقدر تواجه الاشخاص باي شيء واي ان كان ايه هو تقول اي معلومة الناس تستقبلها منك لان الناس محتاجاك محتاجة المعلومة اللي انت بتقدمها ودي السقفة النفس اه زي الفل طيب اه نخش في حتة برضو ما انسيت شوية اه ناس كتيرة بتسألني الموضوع ازاي او انت بتبتدي الموضوع انك تبقى متشجع وعايز تنجح النجاح استمر رأيها تمام والاستمر رأيها هتيجي ازاي بالالتزام ان انا ملتزم ان انا يوميا بعمل نفس الحاجة وممكن اعود سنين بعملها طيب انا بالنسبة لانا شخصيا هي حاجة غريبة شوية وانت ممكن ابتدحك عليها بس انا كان عندي مشكلة بالالتزام ان انا لو بلتزم بلتزمش قوي في يوم افوته بتاع فانا خدت قرار مع نفسي بحاجات مو انا هلتزم بيها زي مثلا الجيم زي الشغل والشغل كده كده انا قلت بقليل سبع سنين ما اخدتش اجازة يوم بس اخدت قرار ان الالتزام ده حاوله الفطرة ده معنى هل انا اقدر اعوب من غير اكل وشرب ونوم يوميا لا يبقى ما اقدرش اعوب من غير شغل لو ما اشتغلتش مش اكل واشرب ولا هنام فانا خدتها من حتة اللي هي حاجة اوبشنال لخلاص حاجة ايسانش من داتوري فاهم اللي هو انا لازم اعمل كده وفعلا بقيت يعني انا اقول لك ايه ان انا وصلت للمرحلة مش هينفع اقول بس انا يعني ممكن ما اخش الحمام غير لو هاشتغل تقرنت اه اه لأ كده اللي هو الموضوع بقى بجنون هو عند على فكرة هو الانسان لو ما عرفش يعاند نفسه عشان نفسك ضعيفة ومعهمة كنت قوي فيه عندنا كلنا كده حاجة جوه نفسك بقى فاهمل اللي هو ايه طب انا مش عايز ده انا خدت حتى قبل كده عملت فترة اسبوع الاسبوع ده انا هعمل كل حاجة عكس اللي انا عايزه عايزة ناق طب مش ناق اه عايزة اكل طب مش واكل عايزة اخل اه طب مش اخل عايزة اشوف الليمت اه انا عايزة تست نفسي اشوف هوصل لفين هلأ نهار بقى وكتائب وطعب اه نهار وكتائب وطعب طب ما اتحب بس اجني عمي مشكلة بس هي القصة كلها عند يوم تاني اه يعني انا حتى بقول جملة كده مي بقى عمنات ده بس بتعمشور وان دي زي تقول بي ده بس بالنسبة المقولات صحيح عايزين نتكلم في حوار ده قول لي مقولة او اتنين او زي ما انت عايز حاجات فرقت فعلا في حياتك غيرت من تفكيرك غيرت من تشايف الدنيا ازاي وفرقت في حياتك خلينا نقول ان انا ما باخدش مقولة من حد اتغير حياتي انا بشوف من خبرات اللي حوالي وابدأ ترجم من حياتهم واكتب الجملة الفلسفية اللي بالنسبة لي اتغيرني يعني انا زي ما تقول ايه انا باخد من خبرات الاخرين واكتب مقولة تفيدني انا في حياتي هي من صنعي بس انا لما ببصي لها ببصي لها ان في واحد غريبه ولا كتابها مش انا عشان اعرف اعمل به احسن ما اسمع كلام نفسي لانه دايما الشخص ما حبش يسمع مقولات نفسه انتفهم لو لا احب اخد النصيحة من غيري احسن ما انصح نفسي يعني مثلا اكتر حاجة بالنسبالي يوبي دا بست يجرى بي ايبل توهندل دا ورست علشان تكون الافضل لازم يكون عندك القابلية بالتعامل مع الاسوأ يعني انت اسوأ سيناريو عرفت تتعامل معا مالكش نقطة الضعف امه انت كنت شايفه متوقعه خلاص طيب حلو هنخش على حاجة مهمة جدا دي بقى مهمة لي انا شخصيا فاهم يعني هو بص انا علشان شغلتي الاساسية انا متداول لو اتعلق سلبي كتداول لا اعادي احترمك اعادي واسمع منك وما مانديش مشكلة انه لو اتخش في حياتي الشخصية تقول لي السيدي مش عافت ايه السيدي ايجار ده مش كلام حقيقي اه العربية وانت كداب وعرف انك كداب وعرف انها مش ايجار بس ايجار مش اطلع وجهك بدا فبالنسبالي اللي هو انا كنة مش هفتكش اللي هو انا بالنسبالي يعني يعني او بعدين عارف انت لو انت عارف انك هتموت بكرة انت مش هتتكسر تفاهم فكر فيه انا بالنسبالي عمر ما كرهة او سلبية بتيجي من فوقية ديما بتيجي للأسف من اللي تحت فانا اصلا على قد ما اوضل ما بحاولش عايرها انتباه هتلاقي دايما من فوق جايلك تشجيع دايما جايلك يقول لك كمل اللي انت بتعمله مفيش مليونير هيقول لك هيتاري عليك وانت بتعمل فلوس مفيش مثلا فنان هيتاري عليك وانت بترسم محترمين دا وعرفين دا بداية الطريق كل الهلك والسلبية بتيجي من تحت فالناس للأسف مش فاهمة انا لو جايلي مشاعر سلبية تجاه الشخص دا اسأل نفسي الشخص دا احسن مني في ايه عشان دا اللي استفزني مش عشان هو وحش كفاهمني هي بص هي بسيطة خلينا نقول رونالدو هل عمرك شفت رونالدو بيعلق على لعيب في الدرجة التانية بيقول لك دا لعب وحش النهاردة انما تلاقي اللعيب اللي في الدرجة التانية بيقول لك دا رونالدو لعيب وحش النهاردة بيبقى مين اللي أحسن بس الفكرة ورا شاشر شايف ناس أحسن منك مشاعرك بتخليك مش شايف قدامك الناس دي مش بتديني على الان دا مطلقة بتصعب علي بس انا محب تشوف ان هو بيصعب علي لا قادي هو في مرحلة الماء مش مشكلة انا كنت ممكن اكون في الظروف وفي مكانه على فكرة واحقد على شخص او اشوف شخص احسن مني بحس ان الحاجة بيدي عني جدا بالعكس انا بتقبل دا وبالعكس انا ما عنديش اي مشكلة ان انت عم تحقد علي وتشتمي لان انا دوري كمعلم ان انا حولك من حياتك البائسة اللي موجودة دلوقتي اللي خلتك انك تشتمني انك واحد واقف جنبي وعنفس المستوية فما عنديش مشكلة بس هتلاقي الغريب ان اشخاص دي انا واحنا كنا لسه في الاول نبصة على الناس دي بنتشجع مش بنتداي لا تجارب بقى فاهمني؟ يعني انا كنت ببصة على الناس كويسة عيشة عيشة انا عيشة انا عن نفسي عيشة بقول ده الممكن الرجل ده بوراني ايه الممكن اروح اعمله مش هتدايق منه فاهمني؟ انا مش عالف ليه الناس بتفكرش كده ممكن ده الفرق بين اللي بينجح واللي بيفشل لا بس عادي ما هو ممكن خلي بالك هو طبعا هو تصرف خطأ مليون في المية بس هو ممكن يكون شايف نفسه خطأ ويتسعى الله عبد ما انا قلت لك ايه؟ هي فكرة تقبل الغلط هي نفس فكرة تقبل الخسارة في التداول ان انت دايما متقبل اسوأ سيناريو ممكن يصدر منك خلاص يا عم انا اسف لنفسي قبل ما اكون اسف ليك وبوعد نفسي انها تغير انها بقى حسن عادي يا عم احنا مولدين يعني ملايكة بالظبط ايه المشكلة بحقد عليك وشايفك احسن منك طب انا بقى عندي سؤال ليك قللي الوقت انا اللي بحاور بقى البودكاست بتاعي بس يلا بزر ازاي تكون شخصا محظوز او انت شايف الحظ ازاي يعني امتى تقول انا خلاص انا كده محظوز او مش محظوز يعني بتقيم الحظ بناء على ايه قول لي بقى بصوا سيدي انا بالنسبة لي الموضوع ما ببصلوش كده انا ببصوا موضوع اللق كده مش فاكتور عيس عليه الموضوع انا بالنسبة لي كل اللي في ايدي اليوم كله الانبوت زي ما كلمتك انا لو اليوم عدى اتمرنت كويس قالت كويس اتعلمت كويس انا كده جاهز للفرصة ايا ان كانها جاية امتى انا مستعد فاللمستعد زي ما انت قلت بيبقى جاهز للفرصة لما بيجي لما بتيجي بيشوفها دي الفكرة بس انا كل يوم بزود زي ما تقول كده حدة السكينة بتاعتي عمالة شاربن الاسكيلز اشاربن جسمي اشاربن عقلي اشاربن واستعد للفرصة لما تيجي انا بالنسبة لي موضوع الحظ اكتر حاجة بشوفها اللي هو توفيق وخلاص توفيق من ربنا انحطيني في مكان كويس وده لو انت فكرت هيبقى برضو في ايدك انت بتسعى وربنا بي بي زي ما تقول كده بيجايدك فاهم وكل اللي في ايدك متركز سبقا ده محظوظ ده تولد معا ايه ده هتحط فين ده فين ده من مين ده لوم من الصروف والزمن ركز اللي في ايدك خليك شارب فاهم كل يوم اللي في ايدك شوية شغل تغل على جسمك شغل على العقلك انت لو استمرت كل يوم كده هتبقى مستعد ولما تيجي الفرصة هتشوفها زي الشمس كده هتعدي من قدام الناس مش شغلين بالهم زي ما انت قول ولما تيجي انت ايه ده جاي انا مستعد فاهم النجاح بيجي لك لما انت تبقى مستعدين وعشان النجاح قدام كل الناس بس فكرة المستعد ده بس هو اللي بيقول اوتو همني فالناس بس فاكرة انه ده تخلق محظوظه ده وحظه وحش لا الموضوع مش كده الموضوع فيه ناس شغالة وناس لا الانبوت الانبوت عندي مهم جدا ده اللي انا عايش بيه ايا كان بقى اوتبوت ايه انا اللي في ايدي حطيته النهاردة اشتغلت بيه ده اللي انا نام اخر اليوم انا عارف انا عملت العلاج بس كده ما بفكرش بقى الناس بتقولي انت كمان عشر سنين انا بالنسبة لي كمان عشر دقايق بسه انا اركز اللي في ايدي النهاردة يخلص زي الفل انا كده اتعشد زي الفل وانا عارف ان ده هيضمن لي احسن طريق كمان عشر سنين اشتغل يقول لك التفكير في الماضي يخليك يجي لك اكتقاد انك تفتكر دائما الزكريات الوحشة والتفكير في المستقبل هيخليك تحس بفقدان للشغف وللامل فانت ابن النهاردة انت وليد اللحظة انت متقدرش تاخد قرار لمبارح ولا بكرة تاخد القرار النهاردة اللي في ايدك النهاردة انت دلوقتي بس يا دي القصة كلها لان اخلي بالك برضو في ناس حياتهم أصعب مننا بكتير ومشوارهم ممكن يكون كان أصعب مننا بكتير يقول لك هل الحياة بقى ظلمة ولا الحياة عادلة هل انا بتحط تحت ضغط فانا نصيحتي للسادة المشاهدين انك دايما ما تشتغلش بناء على الهدف انت مش عايز انك تركز بقى مع الهدف اوصل له امتى طب انا اشتغلت انا خلاص بقى هلتزم يعني انا كنت بقى اخد القرار ده زمان هلتزم واشتغل اسبوع بقى بقى ما يوردي الله فابدأ ان انا اشتغل جامد وابدأ ان انا دوس على اخري علشان اوصل للهدف اه ليه ان انا ما وصلتش لحاجة اه ده انا باين علي اخترت المجالة الغلط ده انا على اخترت السكة الغلط فلاقيت ان دايما الهدف هو الحاجة اللي بتعطلني وبتخليني دايما ارجع الورا فانت شيل الهدف واشتغل تحت اي ظروف تصدقني الانسان الناجح هو اللي بيتقلم مع اي ظروف يعني حتى لو خمس دقايق خمس دقايق احسن ما ما فيش معلومة واحدة جملة واحدة احسن ما ما فيش فدايما الواحد احسن من الصفر اني بيجيبك عشرة جنيه احسن ما بقاش فيجيبك حاجة بس هي بسيطة فانت تقبل ظروفك واشيلي الهدف من دماغك اشتغل كده وخلاص لو عارف انت رمي توبة الدنيا اشتغل 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 لحد ما هتلاقي الحاجة بقت في ايدك لبقيت اسعد انسان في الدنيا لان هي جاتلك وانت مش متوقعها لانك اصلا شايلها من تفكيرك لتصبح ايه عندك دفع اقوى للاستمرار هلان ممتاز والله احب نقول انا شعز بس الناس تقول لك ده بتفلسفه وبتعب العكس عايزهم ياخدوها في الغلاف الصح انا بحكي لك ايه وانا جايد الوقت انا بنقل لك خبرت اه يا عم حياتي كانت صعبة وحياتي كانت وحشة وغيره وغيره يا عم انت ظروفة جوحاش مني انا حياتي مرفوة يا سيدي عنك طب ما اتخب من خبراتي شوية ايه المشكلة مش دي الحياة اللي انت عايزت عايشها خب مني ان شاء الله معلومة اخلي بالك مفيش قصة حياة بتتعب مرتين يعني انا مفعش ابص على إيلون مصر واشوف قصة حياته مشت ازاي فامشي بكل الخطوات اللي هو عاملها واوصل للنتيجة لا انت ممكن تدمشي نفس الخطوات اللي انا مشيتها بالملي ويمكن احسن وما توصلش للنفس النتيجة ليه لان مافيش قصة حياة بتتعب مرتين فانت اللي بتخلق وبتصنع قصة حياتك انت مجرب بتبص القصة حياتي وبتستفيد الحلو بتاخده والوحش بترميه بمتاني تاخد الحلو من مكاوي والحلو من إيهاب وتكون انت بقى على الكاركتر بتاعك فتصنع من هنا استراتيجية بقى لنفسك سواء في التداول وضوه مش تداول بس ما هو التداول ايه ما هو التداول انعكاس للسيكولوجي بتاعت المتداولين بمعنى اول لتشرط اللي انت شايفه والشموع ده ايه ما هو ده انعكاس لسيكولوجية المتداولين بمتاني يعني انت الصعود والهبوط انت لو جيت دلوقتي المعروف والطبيعي ان لما تلاقي مثلا السعر رح نزل تسعين في المية وهبوب مرة واحدة وأخبار سلبية هتبقى خايف ولا متطمن هتبقى خايف طبيعي العالم كله خايف كورونا لما جات وضربت الأسواق المالية والأسواق انهارت والبيت كوي النزل لحد تلت تلت تلافة وسبعمية الناس كلها كانت مرعوبة يقولك دي نهاية العالم ونهاية الاقتصاد ولكن الحقيقة ان هي كانت ايه بداية الانطلاق بداية من لما تلاقي ان الأغلبية متوقعين صعود ابدأ بص على فرص الهبوط ولما تلاقي الأغلبية متوقعين الهبوط ابدأ بص على فرص الصعود أنا من أكبر صفقات حياتي كانت صفقة في وقت الكورونا في الضربة اللي هي الهبوط الجامد اللي يعني شلل الأسواق المالية كلها دي أكبر صفقة تقريبا عملتها في حياتي ليه بقى؟ عشان انت بص على السيكولوجية تتوقع الناس هتعمل ايه فبتعمل ايه طبعا ما هو نعكس له ما هو أنت أي حاجة أصلا نعكس له سيكولوجية البشر اتني انا كلامي معاك الطاقة اللي ما بيننا الأسئلة والأجوابة اللي احنا بنقولها تطلع من ايه؟ ما تطلع من النفسية ما هي النفسية يا كل شيء انا بقول لي ان الانسان دايما النسخة اللي بالك بتركز في العوامل الخارجية يقول لك اه ده بص ده هنا في فرصة ده هنا مش عدنا يومي مش عارفت ايه طب اشتغل ايه؟ طب انا لو جيت سألتك سؤال دلوقتي كشخص انت ما تعرفش حاجة ومعاكش ولا ما ليه وجيت قلتلك انا والله بفكر اشتغل ونفسي بقى غاني ايه المجال اللي انا اشتغل فيه هتقول لي عندك العقارات وعندك التداول هتسرسلي مليون مجال فيه فلوس طب ما تقول لنفسك كده بزرق بس الفرق ايه بقى هي النفسية النفسية هي اللي بتسبب الاكتئاب هي اللي بتسبب السعادة هي اللي بتخليك تصحى منهم تشتغل هي اللي بتخليك تستمر كل حاجة مبنية على النفسية فتجهل شوية العامل الخارجي والفرص واشتغل يوم اشتغلش ايه طب اروح فين طب اجي منين واركز مع جوه ابني النفسية صحة لان هي دي كل شي هتسوق كل حاجة اه والناس اللي حواليك يدعموك لا انت مفيش حد يدعمك عادي اياه ما يدعمونيش فدهية الناس كتير بتسألني موضوع الظروف والحظ انا تحطيت في حتة والناس تانية تحطيت في حتة انا معاك ان الدنيا مش عادلة في نقطة البداية كل واحد بداية مشواره واحد مثلا بابا وماما غنية واحد مثلا اتولد بجنسية حلوة واحد مثلا اتولد في حتة غنية وهكذا الفكرة نقطة البداية ما حدش ليه كنترول عليها نقطة النهاية هي دي اللي في ايدك دي اللي ليها علاقة بالإمبوت بتاعك كل يوم اه الحياة مش عادلة بس نقطة النهاية عادلة نقطة النهاية بتتحدد على شغلك نقطة النهاية بتتحدد على اللي انت حطيته كلنا تولدنا مثلا في مصر مصر مش أحسن حتى فهلا أنا هاقضى أبص قارن الناس التي تولدت في أمريكا وهو داول أحظي واحش خلاص ما اشتغلش من الخسران؟ عايزي بقى مديوكر بالضبط أنا خسران مش هصعب على حد فاللي في إيدك اللي هيربط نقطة النهاية شغلك شغلك هو الواقف عليه نقطة النهاية بتاعتك الموظف هو اللي بيشتكي دس على فكرة بالضبط شكوى اللي عايز يدور على الوظيفة اللي تجيب له دخل تخليه عايش قويس فلو في دولة طبعا فقيرة نوعا ما مش هياخد دخل زي أمريكا طب لو انت بقى مش عايز تبقى موظف وعايز فعلا تعمل بزنس وتبقى ناجح مش عايز رق معاك المكان وانت بتشتغل بداه مش بتشتغل بداه الناس تفاكرة ان الفرصة والحطة السحرية حاجة لا الكلام ده بيجي منك الكلام ده انت تفكيرك وزي ما تقول وطريقة التعاملك مع الموقف هي اللي بتحطك في الحطة اللي هتجي منها فلوس اي أن كانت إيه الفكرة انت انت الـ بس الفكرة دي هي دي تركة في أي حتة مش في المجال الفلوس موجودة في كل حتة بس إنك تبقى التوب اشتغل على نفسك دي الفكرة بس الناس بتبقى فكرة كلمة اشتغل على نفسك دي جنرال قوي ابتدي من البسيط اللي في إيدك كل يوم كل حاجة إنت عارف الغلط والصحة إيه بطل للغلط وزود من الصح على قد ما تقدر ولو إنت حياتك فشلة أعمل عكس اللي إنت بتعمله دلوقتي هتبقى نجحة بس خراراتك وديتك في حتة مش حلوة يعكس اللي إنت بتعمله هتبقى نجحة والله الموضوع إلى حد ما يبان ألف بي بس من كتر بساطة الناس بتقول هل فعلاً دل هيفرق؟ آه هو دل بيفرق بس مين بيعمله؟ فتعلم؟ دي كارسة صح كان بودكاست عظيم أوي يهب وتعلمنا حاجة كتير أقول لنا الناس اللي لسه ما تعرفكش وعرفتك النهاردة يوصلوا لك وعايزين يتعاملوا معاك ويستفيدوا من خبرتك وتحليلك يوصلوا لك إزاي؟ أولاً ما تكون أبسط جداً بالبودكاست معك طبعاً لأن أنت شخص أنا بعزه طبعاً وبحب فيك الالتزام وبتعلم من ده مش هيب إن أنا أقول ما أنا بتعلم بالنسبة للناس اللي عايزة تباني تباني على الانستجرام ايهاب دوت ديو ولو على اليوتيوب اي اي تريدنج زي فول اللي هنسي بيدين كات تاعت في ديسكريبشن وإن شاء الله الحلقة تبقى أفادتكم وبودكاست جاي قريب بارب نار